يا أهلا وسهلا كالعادة البداية تحية لكل الأهلوية حلقة جديدة والسادسة أهلا وسهلا بكم يعني خليني أقول لكم في بداية حلقة النهاردة أنا كل يوم أربع ببقى في منتجه السعيد ليه؟ لأنه في جزء كبير من الحلقة بيبقى مرتبط بالكرة العالمية ولما بنكلم عن الكرة العالمية بحس أننا هم نتكلم عن كرة بجد النهاردة ساعدتي زيادة شوية لأن احنا هنقفل ملف المحلي يعني الأهلي طبعا فرحان طبعا لأنه الأهلي بينفرد بالصدارة وساب كل الفرق اللي بتنفسه تتطاحن وتتصارع على المركز التاني وزاد من عمق الجراح منافسية عادل فيوتشر وخسارة الزمالك أمام المحلة لكن قصة أنك أنت بتقفل صفحة الدوري وانت في الصدارة طبعا وفرق كبير جدا فرق بينك ومن الزمالك نعرض 11 بونط بينك ومن فيوتشر صاحب المركز التاني 6 بونط يديك الحمد لله أريحية كبيرة جدا تفصل تركيزك وتفكيرك تماما وتروح بقى إيه للكلام اللي بجدت تسيب حالة الهزل حالة الهديان حالة الإسفاف حالة العك تسميها زي ما أنت عايز تسميها اللي بتحصل عندنا هنا في الكرة في مصر وتطلع لحاجة حلوة كده حاجة مشرقة حاجة تتشرف أنك أنت دايما ضيف دائم عليها في حضور أبطال العالم أبطال أمريكا الشمالية مع أبطال أمريكا الجنوبية مع أبطال أس ومع أبطال أوروبا والأهلي في المونديال حلقة النهاردة عنوانها الرئيسي إن إحنا بنقدم لحضرتك مقدمة مين هو أوكلين سيتي إحنا أوكلين سيتي مش غريب علينا لكن أوكلين سيتي اللي هيظهر عندنا النهاردة أو هيظهر بالزبط بالتمام والكمال كمان أسبوع في مواجهة النادي الأهلي غير أوكلين سيتي اللي إحنا واجهناها قبل كده في البطولة هنحاول نقربكم من الفرقة وظروفها ومعايشتها ونجومها ومدارها الفني الأسباني الجديد هما بالمناسبة في نيوزيلندا مؤمنين جدا بفكرة فلسفة الكرة الأسبانية وعملين معسكر في أسبانيا هما خلصوا الدولة بتاعهم من فترة طويلة أعتقد في نوفمبر أو في ديسمبر فبالتالي عاملين معسكر هيلعبوا فيه مباراة ودية لكن خلي كلام على أوكلين سيتي نأجله شوي يعني هنفرد له مساحات كبيرة جدا مع ضيوفنا النهاردة بلاي المحسن وأحمد مصطفى هنقرب لكم الفرقة ومحترفينها ومدارها الفني ونتائجها في مباراةها الودية وفضل لهم وراء واحدة مع برسا التاتيك هتتلعب يوم 26 بكرة